موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية لكم مشاهدين الكرام هذه نشرة الأخبار الأخيرة من قناة الساونية أبدأها بأهم العنوين برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يؤكد أن مستهدفات ميزانية العامة تأتي استكمالا لتعزيز الموقف المالي للمملكة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية اندونيسيا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم موسيقى سمو وزير الدفاع ووزير الدفاع الأمريكي استعرضان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين موسيقى موسيقى أهلا بكم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثة في قصر السلام بجدة وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحو الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد من أصحاب الفخامة والدولة قادة عدد من الدول وتتصل بالعلاقات وسول تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وتناول المجلس إثر ذلك مجمل المشاركات في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام الماضية وما أثمرته من انتخاب المملكة عضوا في مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعضوا في مجلس منظمة الطيران المدنية الدولية ليكاو وهو ما يعكس جانبا من دورها المؤثر في المنظمات الدولية وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أوضح أن مجلس الوزراء نوها بما حققته المملكة من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في ثلاثة مؤشرات دولية هي مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية الملكية الفكرية ومؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنفسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وأكد المجلس أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي عشرين ثلاثة وعشرين تأتي استكمالا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي والاستمرار في تمكين القطع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية وتنفيذ مشروعات وبرامج رؤية عشرين ثلاثين وبين ما عليه أن مجلس الوزراء أشاد بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يأتي هذا العام بعنوان التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين أشاد بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء مقدرا جهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية مجددا التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق وعلى أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي تخالف القوانين والمواثيق والآرافة الدولية واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المجرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على منتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي عزائن ومواسات لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم وأعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن حر التعازي لفخامة الرئيس الاندونيسي ولأسر المتوفين متمنين للمصابين الشفاء العاجل تلقى صاحب السمو الملكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين وجرى خلال الاتصال استراد الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه إضافة إلى منقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك استقبل فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أدريبيجان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في العاصمة باكو ونقل السمو في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين والسمو والإلاد حفظهم الله لفخامته وتمنياتهما لجمهورية أدريبيجان حكومة وشعبا دوام الرقي والازدهار وجرى خلال الاستقبال استراد العلاقات التنائية بين البلدين إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية الأدريبيجانية في العاصمة باكو مع وزير خارجية أدريبيجان جيهون بيرموف عقد جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وأدريبيجان وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك هذا وشارك السمو وزير الخارجية ووزير خارجية الجمهورية أدريبيجان في حفل الذكرى الثلاثين على نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونوه وزير خارجية أدريبيجان في بداية الفعالية بالعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة بأدريبيجان التي تمتد نحو ثلاثين عاما من التواصل والحوار على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراق بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك مشيدا بمواقف المملكة التاريخية في دعم أدريبيجان على الصعود كافة وأن حكومة بلاده تتطلع لتوطيد هذه العلاقة وتعزيزها من جانبه أكد السمو وزير الخارجية أن العلاقات بين المملكة وأدريبيجان بنيت على أسس متينة منذ استقلال أدريبيجان عام 1992 مشيرا إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول التي اعترفت بها بعد استقلالها وأقامت علاقات دبلوماسية معها نظم اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب المنتدى الاقتصادية المغربي السعودي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض منزور بمشاركة 130 شركة سعودية ومغربية وذلك لدفع الشراكة الاقتصادية التي تربط بين المملكتين وتقوية التعاون التجاري وتسريع الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وأكد الدكتور القصبي على الضرورة اتفاق أصحاب الأعمال في البلدين على وضع خطط استقطاب وخريطة طريق واضحة المعالم والمستهدفات للعلاقات الاقتصادية السعودية المغربية هذا والتقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة الهاية العام للتجارة الخارجية التقى في العاصمة المغربية الرباط رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وستة وزراء في مختلف القطاعات وبحث الدكتور القصبي خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص التعاون المشترك وتمكين القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات بين البلدين كما استعرض الدكتور القصبي مع ست وزراء مغاربة العلاقات التنائية وبحث سبل تطويرها إلى شركات ملموسة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية تحقيقا لتطلعات قادة البلدين الشقيقين وقد زار وزير التجارة مقر شركة أكوافاور السعودية الرائدة في مجال الطاقة الدولية للاطلاع على مشاريع الشركة في المملكة المغربية ومشاريعها العالمية هذا وجرت في الرباط مراسم التوقية على اتفاقية بين المملكة والمغرب في مجال التقييس استهدف لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في هذا المجال وأيضا تم التوقيع على اتفاقية لتطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمتجات المحلية بين البلدين برنامج جديد للتعاون بين المملكة والمغرب ممثلا بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد المغربي للتقييس برنامج تعاون حظي بثناء الوزيرين السعودي والمغربي في شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين هذه الاتفاقيات تنظم المواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتجات والخدمات المشتركة بين البلدين فهذا شيء طبعا ما في شك إيجابي للمجتمع الاقتصادي التفاقية الثانية هي التفاقية للتعاون في منتجات حلال لقاءات وزير التجار السعودي مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية تركزت على دعم علاقات التعاون الاقتصادي المتميز بين المملكتين لكي تجسد تطابقا في وجهات النظر وتناسقا في الرؤى بالقضايا ذات الاهتمام المشرك على المستويين الإقليمي والدولي زيارة وفد كبير من المملكة السعودية شقيقة وفد كي يضم مئة شخصية منها 20 شخصية عمومية وأكثر من 70 رجال أعمال هذا الوفد جاي بقوة بشبهة مجالات الاستثمار وتعزيز تبادل بين البلدين يوما بعد يوم تتعزز علاقات البلدين في مجالات مختلفة ومشاريع متنوعة يتطلع إليها الطرفان نحو المستقبل اتفاقيات الشراكة بين المملكة العربية السعودية والمغرب ترسم آفاقا جديدة في التبادل التجاري والاستثماري بين المملكتين الشقيقتين لرفع التحديات الاقتصادية العالمية في الحاضر والمستقبل حسن طباعي قربات أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الجنوب الأفريقية المشتركة في اجتماع اللجنة الذي عقد في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا أكد حرص المملكة على التعزيز العلاقات الثنائية التي تمثل بوابة رئيسة لنفاذ المنتجات والخدمات السعودية إلى معظم دول القارة الأفريقية لافتا النظر إلى أن اللجنة المشتركة تمثل خطوة مهمة لنقل العلاقات الثنائية إلى أفاق أوسع وأضاف الخريف أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين المملكة والجنوب أفريقيا خاصة في قطاع التعدين الذي يعد من الصناعات التاريخية المتميزة في جنوب أفريقيا انطلقت في العاصمة النيجيرية أبوجة اجتماعات الدورة الثنائية للجنة السعودية النيجيرية المشتركة بل الدورة الثانية للجنة واستعرضت الاجتماعات تعزيز التعاون بين المملكة ونيجيريا والفرص الواعدة في مختلف المجالات منها التجارية والاستثمارية والتقنية كما استعرضت دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي المتعلقة بالتجارة والتبادل الاستثمارية عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الثاني والثلاثين برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء شيخ الدكتور وليد الصمعاني الذي استعرض عددا من الموضوعات في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول مجلس التعاون ومشروع تطوير اتفاقية لتنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية ومشروع النظام الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز إضافة إلى معوقات تسجيل المحامين واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين وقد أصدر الوزراء عدة توصيات لرفعها إلى المجلس الوزري في دورته القادمة يواصل معرض الرياض الدولي للكتاب فعاليات وانشطته وسط تزايد الزائرين من عشاق القراءة بمشاركة 1200 دار النشر من 2230 دولة ويصنف معرض الرياض الدولي للكتاب كأكبر سوق للكتاب في المنطقة وإحدى أهم وجهات بيع وتوزيع الكتب العربية إذ يشهد كثافة كبيرة في عدد زواره وحجما عاليا للمبيعات النشرة أنت تذكركم بابرزنان برئاسة خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء يؤكد أن مستهدفات الميزانية العامة تأتي استكمالاً لتعزيز الموقف المالي في المملكة خادم الحرمين الشريفين وسمو وليد العهد يعزيان رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القتل سمو وزير الدفاع ووزير الدفاع الأمريكي يستعرضان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين اشتركوا في القناة